أزمة جديدة تهدد مباراة غانا والجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم أزمة جديدة تهدد مباراة الجزائر وغانا الودية بعد إلغاء مباراة الجزائر وجنبيا في تصريحات لمدير الإعلام في منتخب غانا هنري أسانتي أصار الشكوك حول إمكانية إلغاء مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الغاني المبرمجة في الخامس من شهر يناير الحالي في العاصمة القطرية الدوحة وقال هنري أسانتي نمتلك حاليا 13 لاعب فقط هم 3 حراس مرمى وتمن لاعبين وسط ميدان بالإضافة إلى مدافع واحد ومهاجم واحد وتابع نحن من طلب إلغاء مباراة الجزائر الودية ضد نادي لوزيل لأننا لا نمتلك العدد الكافي من اللاعبين وسيتشكل هذه التصريحات ضربة قوية للمنتخب الجزائري خاصة بعد إلغاء مباراته الودية أمام منتخب جامبيا بالأمس وبذلك ستتخلط أوراك الكوتش جمال بالماضي حيث أنه كان يريد أن يستعد بمباراتين وديتين قويتين على شاكلة جامبيا وغانا نتمنى أن تقام المباراة في موعدها ولكن اللاعبين لم يحضرون من أوروبا إلا متأخرا وبالتالي مبارات غانا أيضا مهددة بالإلغاء أولونا رأيكم في التعليقات ولا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته